أهلا بكم مشاهدينا من جديد ونعود مرة أخرى لنرحب بمدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاسم منصور أهلا وسهلا فيك دكتور من جديد أهلا وسهلا دكتور عاسم الآن الناس بتربط أو أي مصاب في مرض السرطان بيربط إنه مرض سرطان يعني كيماوي عنا إحنا في مركز الحسين للسرطان في أيضا أساليب أخرى علاجية وأيضا لدينا أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في معالجة أيضا متابعة مريض السرطان نحكي عن إمكانيات المركز في هذا الموضوع يعني إحنا بالمركز مصممون أنه ما يكون فيه أي تكنولوجيا موجودة بأي مكان بالعالم ولا نستحدثها والعامل المادي لا يشكل عائق أمام استحداث هذه التكنولوجيا سواء تشخيصية أو علاجية أو دوائية يعني واحد من الأشياء اللي استحدثها المركز خلال الأشهر الماضية الجراحة بالروبوت وهذه مكلفة جداً لو حسبها الواحد حسب التكاليف والمرابح ممكن ما يستحدثها لكن إحنا قلنا أنه بدام المريض بالدول المتقدمة عنده هذه التقنية يجب أن تكون موجودة بالمركز وهذا ينطبق على الأشعة العلاجية الأجهزة تكلفتها بالملايين لكنها إن كانت تفيد مريضنا من حيث الدقة ونجاعة العلاج فرح أن نستحدثها لذلك في المجال التشخيصي والمجال العلاجي لا يوجد جهاز أو تقنية أو دواء موجود بأي دولة بالعالم لا يقوم مركز الحسين للسرطان باستجلابه واستحداثه وتقديمه لمريضنا الأردني والعربي الآن بالنسبة للأدوية والعلاجات الدوائية حقيقة ما نعالج به مريض السرطان اليوم يختلف تماماً عما كنا نعالج به قبل خمس أو عشر سنوات كان ارتكاز العلاج على العلاج الكيماوي وقد أدى العلاج الكيماوي دور معين لكنه لم يكتسب هذه السمعة للأعراض الجانبية للأعراض الجانبية كانت شديدة خلال السنوات الماضية العلم أعطانا أدوات جديدة هذه الأدوات أعطتنا نجاحات هائلة جداً نحكي عن علاج المناعي نحكي عن علاج البيولوجي نحكي عن علاج الموجه نحكي عن ما يطلق عليه الآن الطب الدقيق والطب الموجه حقيقة هذه الآن ثورة في مجال علاج السرطان غيرت مفاهيم كثيرة مما كنا نعالج فيه أعطتنا نسب نجاح عالية جدا مع مضاعفات أقل بقليل مما كنا نشهد في السنوات الماضية وهذه كان مركز الحسين للسرطان حقيقة سباق في استحداثها والآن مئات المرضى بمركز الحسين للسرطان يخضع لأنواع متعددة من هذه العلاجات كلهم حسب مرضه وحسب حاجة وأقلها تعب وأعراض جانبية أيضاً الأعراض الجانبية أقل بكثير لهذه الأدوية كثير منها الآن تعطى على شكل حبوب بالفم كثير منها تعطى والمريض ما في داعي لدخوله المستشفى يأتي على قسم مريض خارجي أو بيشن يأخذ هذا العلاج نصف ساعة ولا ساعة ويذهب إلى بيته بكثير منها المناعة لم تعد تنزل كما كانت تنزل بصورة كبيرة مما يعرض للإصابة بالالتهابات والحميات والعدوى لذلك الحمد لله هذه الأدوية وهذه الاتجاهات حقيقة هي ليست فقط أدوية غيرت مفاهيم علاج السرطان بصورة كبيرة جداً دكتور عاصم نحن نعلم بأن هذا المرض أولاً قدرة الله عز وجل ورحمته فوق أي شيء لكن من حضرتك حبين هي كجملة فيها كثير من الأمل للمصابين بمرض السرطان بأن هذا المرض هو ليس الموت بالعكس أحياناً تكون النجاة والشفاء للأسف بالماضي ارتبط اسم السرطان بالموت وهذا خلق كثير من الناس حتى الاسم ما يذكروه ويحكوا عنه بهذاك المرض المرض اللي ما بتسمى إلى غير ذلك لكن حقيقة رسالتي للجميع هذا الكلام غير صحيح ولم يعد اليوم بإمكاننا أن نربط السرطان بالموت الآن أصبح السرطان مرض قابل للشفاء وإن لم يكن للشفاء كان قابل الآن لتحويله لمرض مزمن زيه زي الضغط زي السكري إلى غير ذلك هناك مئات المرضى اللي بمركز الحسين للسرطان الآن اللي عاشوا عشرات السنوات بعد تشخيصهم بهذا المرض لذلك رسالتي للجميع عدم الهلع هناك طرق الكشف المبكر مهم جدا كلما كشفنا عن السرطان مبكرا كلما زادت فرص النجاة ثم بعد ذلك اللجوء إلى المراكز المتخصصة بذلك اللي إن شاء الله وبعد إرادة ربنا نسب الشفاء ستكون عالية وهذه رسالة أمن رسالة للإقبال على الحياة حتى لو تلقى الإنسان نبأ بإصابته بمرض سرطان أو غيره بإمكان الطب الآن بمشيئة ربنا أن يشفي هؤلاء المرضى وأن يعودوا إلى مجتمعاتهم معافين سالمين فاعلين بهذه المجتمعات إن شاء الله اسمح لي أنا أشكرك الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان على هذه المعلومات وأمنياتنا لكم بالتوفيق ننتقل الآن مشاهدين أيضا لنستمع ونشاهد تجربة مصر الشقيقة في علاج مرض السرطان وننتقل إلى الزميلة شاك